من جهتي أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أنه على مدار عقدين من الزمن أصبح المجلس الأعلى للمرأة من المكتسبات الكبرى التي أثمر عنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حيث تمكنت المرأة البحرينية من تبوء أسم المراكز المرموقة في المحافل العربية والإقليمية والدولية واستطاعت إثبات ذاتها عن كفاءة وجدارة وسجلت حضورا متميزا وأداءا لافتا في خدمة وطنها ورفعة شأنه على كافة المستويات وذلك في ظل مجتمع بحريني متحضر تتعزز فيه معايير التنافسية والكفاءة والتوازن بين الجنسين وتتوفر فيه الفرص الحقيقية لمشاركة جميع أبناء الوطن في مسيرة البناء والتنمية وفي السياق ذاته ثمن رئيس البرلمان العربي الجهود الحثيثة وغير المسبوقة التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من أجل ترجمة التطلعات الملكية السامية إلى واقع ملموس